تصريحات فهم قلتوا احنا جبنا هاي الحكومة على متبس انتخابات مبكرة انتو حصرتوها بتصريف العمال حتى بخطابكم احنا ما موجودين وهس امصرنا ما موجودين احنا ما موجودين من جابا والكاظمي فاحنا من نحكي نحكي بصوت عالي خالي نحكي بها الوقت مبدئيا حقيقة حكومة تصريف العمال انا برأيه ارتكبت اخطاء جسيمة وكبيرة جدا ومسار الحكومة الحالية هو انسى حقيقة مسار الحكومات الدكتاتورية اللي دائما تبحث يعني عن ارضاء الخارج مع تجاهل الداخل هل الشعب الذي انتخب الحكومة ام الاقليم او المجتمع الدولي اكيد الشعب اللي يختار الحكومة وانتخبها لا الشعب مختار الحكومة الطبقة السياسية لا لا عذرا 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 بالاخير بصورة غير مباشرة هو الشعب اللي يختارها عذرا يعني لان اختار طبقة سياسية اعنى قصد موريدة بر الطبقة السياسية لا طبقة سياسية هي من تتحمل ليش لان هي خانة العقد المبرم ما بينه وما بين الشارع العراق لأن هي مخولة وفق صلاحيات حددها القانون والدستور من المفترض تجيب شخصية كفوءة تقدم البلد مو شخصية ذل البلد وترضى الخارج اللي صار بحكومة الكاظمي فشل ذريع على كل المستويات في المجال الأمني في المجال الاقتصادي في المجال السياسي العلاقات اللي نتكلم عنها العلاقات الخارجية يا أخوان هذه علاقات مهمة لكن ليس أهم من الداخل من المفترض أن يبدأ حقيقة القبول من الداخل للخارج وليس العكس اشتركوا في القناة